كل ما أطرق حق ساعات الذكية أول سؤال ييني أحمد ليش أنت ماتل بالساعة الذكية راح أجاوب على هذا السؤال آخر الفيديو يعطيكم الصحة والعافية معاكم أحمد وعريكي معاي اليوم سامسونج جالكسي واتش ثري هذه أي ددء وأحدث ساعة من شركة سامسونج اللي تيب لي كل مميزات اللي احنا شفناها وحبيناها من إصدارات القديمة من شركة سامسونج رجعت على هذه الساعة وأول شيء هو الكراون طريقة شون انت تقدر تتحكم بساعة من ناحية القوائم من خلال الكراون أو من خلال البازل اللي موجود دار مدارها علشان تفر الكوك وتقدر تتحكم فيها من ناحية النظام مرة ثانية هذه الشغلة فقدناها بالإصدارات الإطافة تشمر ركع يعطونا نفس الطريقة بس كانت توتش كان مدعوم من طريقة اللمس الحين لا أرجعوا لك الكراون الفعلي اللي يشتغل بشكل مناسب وبشكل ممتاز يريحك أكثر ان انت ما لازم تضغط على شاشة كثير ما انت تقدر تستعمل الشاشة بشكل وايد حلو كون ان الشاشة حجمها مهما كان حق اللمس لازم تاخذ بعين الاعتبار ان هذا شيء هي شاشة ذكية راكبة على ايدك 24 ساعة فلازم تاخذ هذا شيء بعين الاعتبار فطريقة التعامل معها لازم يكون مختلف وسامسونج كانت دائما مختلفة عن باجي الساعات الذكية كون ان هي تخليك تستعمل الكوك علشان تقدر تسوي الشغلات اللي انت عادة تنسويها بساعات الثانية الذكية فمن ناحية لغة التصميم عندنا شيء مألوف هنا ساعة 360 درجة اكيد الشاشة راح تكون من نوع الاموليد راح تكون وايد ممتازة حق السطوع لما تستعملها بره و راح تخف و تصير خافة حق لم تستخدمها انت داخل مع كوك اللي قلنا عنه وفي عندنا هنا اهتزاز راح يكون وايد مناسب حق الاشعارات اللي توصلك عشان ما تزعج اللي حولك ولا تزعجك انت او تخرعك لان انت وصل لك تنبيه وهم بنفس الوقت عندنا الازرارة هني اتحسنت بشكل وايد ملحوظ من اصدار اللي طاف انه صارت تطقتها وايد اسهل وهم حطولك شغلة وايد بسيطة من ناحية التصميم ان اكتبو له جالاكسي واتش محفورة على الزر نفسه يعطيه لمسة انه هو لغة تصميم كاشخة وهذا الشيء اللي سامسونج تبي تطمح له معها الساعة انه تكون قطعه من قطع الوقت او الوقت الموجوده اكثر انه هي ساعة تكون رياضية او شيء كذي مع ان انت رح تحصل كل الامور الثانية اللي تحتاجها حق الرياضة رح تكون موجودة هني من ناحية الهاردوير ومن ناحية حتى السوفتوير فعندنا اهو شيء مقاومة مالغوبار معيار IP68 تقدر تسبح بهذه الساعة ما عندك اي مشكلة سولك عليها السيل من ناحية الماء انه هو يدخل عليها بس غير السير كون ان السير اللي رح يمعها رح يكون لذر طبيعي واخيرا من شركة سامسونج رح يكون داخل العلبة وياك بس تقدر تبدل السير بكل بساطة تحط لك سير نايلون او بلاستيك او سيليكون لمتي انت تبي تسبح فيها او تبي تلعب رياضة وبنفس اللي تحطولك هم بعد سننصر اللي انت تحتاجها حق الرياضة من ناحية البرامتر حق الركض الاكسلرامتر حق الشغلات اللي انت تحتاجها تسويها من ناحية الصعدة او النزلة او حتى حق السباحة وحتى حق النوم والتتبع ما للنوم والشغلات الثانية اللي يعطيك اياها علشان ينبهك مثلا اه قم تنسم او قم من مكانك انت قاعدت مدة طويلة علشان تتحرك ويعدل الدورة الدموية ماتك حين فيه شغلات يديدة موجودة عليها نفس الاي كي جي ونفس البلود اوكسوجين لفل او مستوى الاكسوجيني اللي موجود في الدم عندك هذه الشغلات طبعا رح تكون ريجينل مو متفاعلة بكل مكان فلازم تعرف اذا هي رح تكون متفاعلة عندك ولا لا بس مجودة من ناحية الهاردور مدعومة اللهم هي السوفتور الشغلة اللي يمكن موجودة عندك او يمكن لا بس لانحين موجود عندنا الفول ديتكشن بما معناه ان اذا انت طحت لا سمح الله او صار فيك شيء الساعة تلقى ايه رح تدزلك اس او اس مع اللوكيشن مالك حق السلطات علشان ينقذونك اذا كنت تحتاج اسعاف لا سمح الله او غيره فهذه الساعة رهم رح تعطيك هذه الامكانية نحن في حجمين حق الساعة انا عندي الـ 45 ملي انا عادة انا فضل الساعات الكبيرة كونان متعود على ساعات جي شاك فعلى ايدي 45 اشوفها مناسب يمكن لو سير كان دفش اكثر او شيء حافة دار ما دارها اتوقع لو احطها بكيس الامور رح تكون سليمة مو عشان يحفظ عليها كثير من ان ابي شاكيلها يصير كبير بس هذي مرجع مرة ثانية حق شنو انت اللي عجبك اتوقع اغلب الناس رح يعجبهم لغة التصميم مالة الساعة كونان يشكلها كلاسيك انيق تايم بيس الاجنشي كشخة وهذا شيء اللي سامسونج تبي توصل له احنا من ناحية النظام رح يكون عندنا نظام تشغيل مع سامسونج الخاص فيها تايزن تحسن من شغلات معينة بس ككل عامة رح تكون انت في منطقة مألوفة على قولاته من التي تستعمل الساعة بذات انت كنت مستعمل ساعات سامسونج من قبل المانيو رح يكون نفسي شيء قوائم نفسي شيء اغلبها ما تغيرت من ناحية الشغلات اللي انت متعود عليها من قبل هذا كله طبعا رح يشتغل مع معالج اكسينوس تسعة تالاف و امية و عشرة مع واحد جيجابات ذاكرة عشوائية وبطارية ثلاثة و اربعين ميلي امبير الحين هذه الارقامة انا عطيتك ايها عشان انت يكون عندك فكرة من ناحية التطور اللي حصلنا من ناحية الهاردوير هذه الامور كلها ما تعتمد على شغلات اللي انت رح تحصلها لما انت تشتغل الساعة لانوار ثاني علي نظر ان تشغل المال تايزن 8 جيجابات ذاكرة تخزينية موجودة هم بعد على ساعة عشان تقدر انت تتخزن اغانيك على سبيل المثال وتطلع بس بناء الساعة لما تحط سماعات البلوتوث فتقدر تأخذها معاك ايها بروحها وتخلي تليفونك مثلا في البيت في منها اصدار LTE بس مرة ثانا هذي شغلة رح تكون لها علاقة بالمنطقة يعتمد يمكن ينزل عندك يمكن ما ينزل عندك علشان ديتك ساعة حتى تقدر تتلقى المكالمات بس بوضع الطبيعي لطالما انها تذرت على التليفون تقدر تتلقى المكالمات كونانا هنا في عندنا هنا ميكروفون وفي سبيكر تقدر تتحجب الساعة لطالما التليفون يومك إذا انت ما كان عندك LTE او تقدر تستعمل الميكروفون عشان يلقى صوتك حق الركوردر الموجودة هنا اللي سوي تزامن مع تليفونك اول ما تشبك عليه احنا من ناحية البطارية 340 ميلي امبير مع ال Always On Display الخاصية ان تخلي الساعة شغالها رو عشرين ساعة عندنا هي متط في الشاشة وياك قعدت تغريبا يومين وهذا الرقم مقبول كونان انت عندك Always On Display والناس اللي تشحن ساعتهم كل يوم هذا الرقم ما رح يكون بالنسبة لهم اي مشكلة نهائيا بس هذي اللي هاني خليني اقدر اوصل حق الجواب على السؤال اللي سألت بأول الفيديو ليش انا ما ألبس ساعة ذكية انا ما ألبس ساعة ذكية بسببت شيئا واحد منهم شيء ممكن اتغاضى عنه بشكل وايد سريع هي البطارية ممكن اشحن ساعتي مع تليفوني كل ليلة لما احط تليفوني على شاحن حط ساعتي على شاحن وكان الله غفر ورحيمه خطوة اضافية ما عندي مشكلة كونان هي تفيدني بشاء وايد كثيرا من ناحية الصحة من ناحية الاشعارات تدخليني يشوف تليفوني اقل كونان انا اقدر حصل كل احتاجة يمكن على ساعة بدون لاكن وشوي اضطر ان انا اطلع التليفون بس السبب الثاني والو هو الاهم بالنسبالي ان ليش انا ما استعمل ساعة ذكية ما لا علاقة ولا ساعة ذكية او عيب بساعة ذكية معينة وهو ككل بشكل عام طريقة شنون تقدر تسوي تزامن حق ساعات الذكية مع التليفونات انا شغلتي شاغلة اي اني تقني واقيم منتجات تلقاني اغير تليفوني وايد يعني اقل الشيء اربع خمس مرات بشهر انا ممكن اغير تليفوني فكلما اغير تليفوني لازم ارد مرة ثانية ابرمج الساعة عليه وهذا شيء مزعج بالنسبالي لان اما تتزامنها او شيء لازم تسوي لها ريسة بعدها لازم تسوي لها بيرين مرة ثانية بعدها لازم تنقل بياناتك مرة ثالثة على الساعة كلما تتبدل تليفونك وهذا شيء بالنسبالي مزعج لدرجة ما يخليني اقلب الساعة ذكية بشكل مستمر فمره ثانية هذا مو عيب شرعي بالجالكسي واتش 3 او من اي ساعة ذكية ثانية قيمتها هذا نمط حياة انا قاعدة عيشة اللي خليني ما اقدر استعمل ساعة ذكية كساعة الاساسية الانحين اغلب الناس اللي عادة تقيم منتجاته او شيء يمكن يكون عندهم تليفون خاص فيهم فساعة ذكية مربوطة فيه فما عندهم مشكلة انك شوي انت لازم تبدل تليفون معناتها لازم تبدل الساعة عمالتك هذا شيء انا بالنسبالي قاعدة يصير صعب لان انا فعليا ما عندي تليفون الاو تليفون قاعدة قيمة حزة التقييم فبالنسبالي ياخذ وقت وايد كثير فهذا هو جواب ليش احمد بوريكي ما استعمل ساعة ذكية كساعته الاساسية الى الان لان هذا شيء ان شاء الله ينحل ان الساعة تصير ستاندلون وانت تتيب اي تليفون وتركب عليها وخلاص ما لازم تمسح ذيك الساعة ممكن انا اعتمد ساعة ذكية كساعته الاساسية وبشكل يومي لان ذاك الوقت نحن قاعدها بالساعة جي شاك بس الجالكسي واتش 3 راح يكون خيار ممتاز موفق مو بس حق مستخدمين سامسونج لانها تشتغل على جميع التليفونات اندرويد كل اللي لازم تساوية تحمل تطبيق الجير واتش وذيك الساعة تقدر تسوي اقتنام ما بين الساعة وما بين التليفون وحتى على اي او اس اذا انت كان عندك ايفون على سبيل المثال تقدر تاخذ هذه الساعة بعد وتربطها على الايفون وذيك الساعة تقدر تحصل المميزات اللي انا توني تكلمت عنها اللي موجودة بالجالكسي واتش 3 فاصدار يدي خوش ساعة وبس سامحونا على طال الكسور سانوتكم تعيشون احمد بعريكي فوما الله الكريم